سيادة المستشار أحمد ميكي وزير العدل المصري السابق أهلا بك معنا سيادة المستشار أهلا بك فاندي أهلا بحضرتك الدكتور محمد مرسي حتى بعد وفاته وقبل وفاته طبعا تعرض لحملات تخوين كثيرة كان سيبيع الأرض المصرية كان حتى يخون مصر مع حماس مع 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 إلى آخر أنت كنت وزير في حكومة الدكتور محمد مرسي كيف ترى مثل هذه الاتهامات بعد عام على وفاته لا أعتقد أن منها أي أساس أنا لم أعرف الدكتور مرسي إلا يوم حج في اليمين أول مرة ألتقيه مباشرة يوم حج في اليمين وأنا لا أنتمي إلى أي جماعة سياسية أنا أصلا قاضي وحدث الدكتور مرسي فقط في حج في اليمين وأشهد أني لم أرى له مثيل في حياة كلها أنا شوفت بعثاء نفس المتعاقبين منذ أن كان فيه بعثاء لكن لم يكن الدكتور مرسي نريس أنا لا أستطيع أن أقيمه ولا أحكم عليه لإني أظلم نفسي وأظلمه وإمكان يصدق فيه الآية من المؤمنين لجال شبقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بددوا تبديله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذي بالمنافقين إن شاء أو يتروب عليهم إن الله كان رفوراً رحمة أنا أحكي بعض الوقائع اللي لمستها وأنا لقاءاتي به كانت محدودة باعتباري وزير عدلة منها اللي أشار إليه الدكتور صراحة المقصود من إرغاء حبس الصحفيين اتصر بي الدكتور مرسي عشان يقول إنه لن ينام مش عارف ينام لأن المحكمة حبست صحفي شتمه اسمه إسلام كان رئيس تحديث الدستوري إسلام عفيفي دستوري صحيح تفضل وطلب مني إنه اتصر بالمحكمة يقال يمكن حبسها مجاملة لي أنا مش عارف أنام قل لهم يسيبوه فأنا لا أستطيع أن أتصل بمحكمة ولا أكلم محكمة سواء يصلح المتهم ولا صلحك ولا الغيرك أعمل إيه تلغي قانون حبس الصحفي فأصدف على الفور قرار بقانون بإلغاء حبس الصحفي هذه واقعة أحكي لحدوتك واقعة تانية هذه واقعة لأن القانون موجود وقع شهودها الرئيس السيسي اللي كان وزير الدفاع وقتها نعم وزير الدفاع الحالي اللي كان رئيس الحرس الجمهوري والواء أحمد جمال الدين اللي كان وزير داخلية نعم هو مستشار للأمن موجود لقت مستشار رئيس الجمهورية اللي شهود أمن صحيح صحيح ضعيت إلى القصر الجمهوري في الاجتماع عاجل رح تلقيته مجتمع بهؤلاء وبنقشه قضية اقتحام القصور الرئاسية كان المتظاهرين اقتحموا القصر الرئاسة والحرس الجمهوري خرج الرئيس من باب خالفي وقاعدين يتكلموا في كيفية حماية القصر الجمهوري فهو عمد يقول عله الأسوار وجيبه متاع مش عارف ايه وقال بتاع الحرس الجمهوري هتقدرش تمنحهم قال له اضربهم برصاص فقال لرصاص تضرب الناس اللي هتقتحم برصاص لا لا يجال المؤمن في الحديث عن الرسول لا يجال المؤمن في فسحة من دينه ما لهم يصد دما حراما رصاص لا رصاص لا يعني يا فندم أنا بحكي حكاية معلش هذه النقطة مهمة يعني وزير الدفاع الحالي اللي هو كان آنذاك رئيس للحرس الجمهوري نصح الرئيس نطلق على المتظاهرين حول القصور الرئاسية النار نقتله نطلق على المتظاهرين 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 طلب طلع بيان بهذا الكلام قالوا اكتبوا البيان اللي انتوا عايزين نطلق من هذا اللقاء فيه التعبير اللي انتوا عايزين وتعملوا أنا هكلي المتحدث باسم رئيس الجمهورية يعلنون بالفعل نحنا قعدنا في قطة مهي برئيس الجمهورية وكتبنا بيان وكتبوا أحد أعضاء مجلس الإدارة بخط يده حريص على أن يبقى بخط يد بالمجلس ونسلم هذا البيان إلى المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية الورقة المكتوبة اللي زالت معي وأعلن في ذات الوقت أن المقصود بالإعلام الدستوري فقط حماية المؤسستين دول اللي هي اللجنة الدستور أنا أبقى نتحدث عن شخصية من التاريخ يعني في كل لقاءاتي معه وهي قليلة بحكم طبيعة عملي كوثير عدلة وبعتبار أن أنا مدتي محدودة يعني أنا من شهد ثمانية وأنا قدمت استقالتي فعلا في مجلس الوزر الاثناشة الثلاثة وأن كنت السمريت بعد كده لكن وأنا مصمم على الاستقال الغت ما جاء بدأ لي المستشار تعتقد سيادة المستشار لو أتيحت الفرصة للراحل الدكتور محمد مرسي في رئاسة مصر أن يكمل حتى فترة الرئاسية الأولى كان يستطيع أن يكون له النقل داخل مصر على مستوى الديمقراطية أو على مستوى الحريات إلى آخره أم لا أنا أعتقد أنه ما كانش مصمم على أن يكمل مدد رئاس هو نفسه كمان أنا وهو موجود أنا كنت أدعو إلى انتخابات وأنا وزير يعني حاجة حاجة يعني كان الدكتور عمينة من قطوح اقترح فكرة الانتخابات الزئاسية المبكرة وأنا قلت والله هي حل للطاورات الحادثة والإقترب وهو كان حسب ما قلت الحضيفة في لقاء مجلس القرض قال إن هو أمنيته إنه يستثن بناء المؤسسات الدستورية يعني الدستور يصدر وملجس الشعب يعني ينتخب وبعد كده ما يهموش اللي يحصل يستمر أو لا يستمر أو إلى آخره طبعا بقاء شخصية عفوا سيادة المستشارة دي نقطة مهمة أنا يمكن أول مرة أسمعها من حضرتك أو حتى من غير حضرتك يعني الدكتور مرسي رحمة الله عليه ما كان عنده مشكلة إنه هو يترك رئاسة الجمهورية ويعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة لو اكتمل بناء المؤسسات الدستورية صدر الدستور وتم انتخاب مجلس الشعب وخدم الحضرتك على ما فهمت أنا من حديثي في اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى وأعضاء مجلس القضاء الأعلى لذلك أحياء وفهود على ما يحدث يعني ما حدث مع الدكتور محمد مرسي سواء أثناء محكمته أو حتى بعد الوفاء الرجل دفن في جنح الليل يعني مع عدد قليل من عائلته دون أن يحدث معه حتى ما حدث مع الرئيس المعزول حسني مبارك بعد وفاته كيف ترى كيف ترى يعني التعامل بين هذا وذاك طبعا حدث وقعة إضافية كنا في اجتماع لمجلس الأمن القومي أو مجلس الدفاع وأنا مش عارف حاجة كده أنا ومجموعة من قادة الكوات المسلحة وطبعا وزيد الدفاع في هذا الوقت في القريقة وأثار الدكتور مبارك كانت نقض حكم المحكمة بحبس رئيس حسن مبارك وبعدين قال فيه أنباء الحالة الصحية لرئيس حسن مبارك حسن بالخطر فنعمل إيه لو مات محدش نطع في المجلس كله إلا أنا قلت له الرجل ده تلغى حكم الإدانة لقيته في محكمة لا بد من تكريمه هم قال لي يعني يعني رد طيب 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 بس كده يعني يعني كان يسمح لنا لأي حد بيقول أي حاجة يعني نعم البعض شايف ده مع الوزير البعض شايف ده ضعف وشايف ده إنه هو ده السبب في الانقلاب العسكري وإن الرئيس رحمة الله علي كان ضعيف وهو متسبب في مشكلات بعد ذلك أنت شايف برضو من هذه الوجهة أن الرئيس كان ضعيف لا أنا شايف علامة قوة يعني هو ارتدام بمبادئه وبمعتقداته الرجل اللي ما سبش بيته ما سبش شايته عاش عيشة يعني وصار رمزا يعني انقلب من وقع حصرد إلى إنه رمزا أنا اللي منذ بقرأ علي عزة ويجوريتش نعم رمز من ظموض ظموض الفكر الإسلامي المتطور المتحدث أنا معرفش أنا طبعا لنا مصطبط بالإخوان ولا بما تهمهم ولا ولا أعرف صلط بهم أنا أعتقد برضو في يوم الحطار القصر الجمهوري كان الإخوان جحفهم و حصدوا القصر الجمهوري من مطردهم اللي كانوا اقتحموه نعم وأتكلم وزير الداخلية في إن طب خلي الناس اللي حوالين القصر تريمشون فقالت طيب بس أنت تتعهد بإنك حتحمل الأسوار من برد قال حاطث قال طيب أنا حاول أكلم هما يعني أكلم الإخوان يعني كأنه ليس منهم كأن جهة أخرى هي لبسهدهم مش هو حاول أقنحهم وقلهم من الداخلية حتى تولى الحراسة و نصارفه يعني ويطالبهم بالإنصراف يعني مش حيصب أوامر بالإنصراف والأبتاع ويقوم في النقطة دي سيادة المستشار البعض بيقول أنه هو كان يحكم باسم جماعة الإخوان المسلمين واللي هو يعني كان تحت مظلة الإخوان وهي التي كانت تمد بكل القرارات وما إلى ذلك هل أنت لمست أي شيء في هذا السياق يا سيدة المستشار والله أنا كنت أعترض على أشياء بيعملها واتناقش معاه فيها ويأخذ برأيي ما يأخذ برأيي من غير ما يرجع لحد مرضات سيادة وأنا كمان أحب أقول الحديثة أن الإخوان نفسهم مع أن أنا هو كان فيما يبدو متمسك ببقائي أو بيجهة لكن تظاهر ضد أنا شخصيا يعني صحيح صحيح يعني بشعر صحيح أنا الثلاثة باتهم من الإعلام بأن إخوان بس بنسوا أنهما الإخوان نظموا مظاهرات ضد واسيط العدل تمام أخيرا سيدة نصر شعر رغم أن حضرتك اليوم بتقول كلام مهم والحقيقة أنا بسمعه لأول مرة ووقائع مهمة لكن الآن الدكتور محمد مرسي هل تعتقد أن في يوم من الأيام هذا الرجل سيأخذ حقه كرئيس لجمهورية مصر العربية أو حقه فيما يخص من أذوه ودخلوا السجن ست سنوات في حبس انفراضي أو الوفاء بهذا الشكل بالتأكيد الدكتور مرسي حرم من أبسط حقوقه الحق في أن صوته يسمح المحكمة العدلة لابد أن تكون علنية بنصر الدستور ولابد أن يكون صوته مسموعة مش فقفة الزجاج يعني نعم لكن لا شك أن في يوم من الأيام مصر حتى لما تستعيد إرادك أو تصل إلى المرحلة التي تتأهل فيها لأن يحكم الناس بالقانون وبالقواعد وبتاعها ينص بطل نعم ولكن أحنا أملنا في الله في أن جزاؤه يكون عنده يعني كما وعد لأن أنا أعتقد كما قلت حذفك في الآية هو من الذين طبقوا ما هد الله عليك المناخ الذي تعيش مصر الآن وحتى لا أطيل عليك المناخ الذي تعيش مصر الآن أفضل أم المناخ الذي عاشته مصر في عهد محمد مرسي أو عهد ما بعد الثورة المصرية لا وكل المقارنة وكان مناخ مفعن بالأمل أنا حكيت حذفك إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في وقت كان دكتور نونسي باتهم بأنه باع باع قناة السويس وسينة وحرم وباع الدنيا كلها وبيأكل بط ما كانش بيأكل على الإطلاق في القصر الجمهوري لا بط ولا إش وجبني ولا حكي يعني ومع ذلك كان حريص على الألم وكانت الناس بتكتحم القصر الجمهوري وهو بيتكلم في حماية دماؤهم وكان أنا أتشار وأتني كتو أقول له المدان التحرير بمظهر يقول تسيبهم تسيب الناس تتنفس دا مرحلة وحاجة زي كده نعم سيادة المستشار ماذا تقول عام على وفاة الدكتور محمد مرسي في النهاية ماذا تقول كان حلم يعني الدكتور المرسي كان حلم رحمة الله عليه أتمنى أن يتحقق في يوم من الأيام يجلنا رئيس مدني يسكن في شئته ويبقى مستعد أنه يسمع ضعي القاخر وينزل عليه يعني بعيد المنال أننا نحن نحن سيادة المستشار أنا طبعا بسأل الله لك العافية والحفظ بإذن الله سيادة المستشار أحمد ميكي وزير العدلة المصرية السابق كنت معي عبر الهاتف من محافظة الإسكندرية ترجمة نانسي قنقر